اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء اليومي هذه حلقة جديدة معكم من النيل مباشر نحاول من خلالها أن نرصد معكم أهم الأخبار التي تفرض نفسها على المتابعات الإخبارية المختلفة في حلقة اليوم معنا ثلاث ملفات الملف الأول نتحدث فيه عن استعدادات وزارة الصحة لاستقبال المصريين على العائدين من مدينة وهان الصينية وأيضا نتحدث عن المستشفى الذي تم تجهيزه في محافظة مطروح فضلا عن مناقشتنا للمساعي الدولية لمواجهة الفيروس الجديد بعد تفشيه في الصين ودول كثيرة حول العالم منها أمريكا وكندا وأستراليا نتساءل ما الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها محليا على صعيد المصري وأيضا على صعيد الدولي للتصدي للفيروس الذي أودى بحياة ثلاثمائة وواحد وستين شخصا حتى هذه اللحظة في الصين الملف الثاني نتحدث فيه حول تطورات الأوضاع في سوريا حيث حدث في أساعة الأخيرة تصعيد خطير بين القوات السورية وتركيا في محافظة إدلب مما أسفر عن مقتل ستة جنود سوريين وإصابة أكثر من عشرين آخرين في قصف تركي استهدف مواقع للقوات السورية وذلك في هجوم المضاد بعد مقتل أربعة عسكريين أتراك وإصابة تسعة آخرين في قصف سوري على مواقعهم في إدلب يعد هذا التصعيد المواجهة الأخطر بين الطرفين سوريا وتركيا بعد تدخل العسكري التركي المباشر في سوريا منذ عام 2016 هنا لدينا سؤال أساسي كيف تسير الأمور ولأين تسير الأمور في سوريا في ظل هذا التصعيد التركي وتفاعل المجتمع الدولي مع ما يجري في سوريا الملف الثالث نتج فيه إلى واحد من القضايا المثارة في الفترة الأخيرة خطة السلام الأمريكية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط منظمة التعاون الإسلامي تعاونت مع الطرح الأمريكي في اجتماعات حضرها الجانب الفلسطيني حيث رفضت منظمة التعاون الإسلامي خطة السلام الأمريكية ودعت جميع الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال إذن هذه أهم ملامح حلقة اليوم نخرج إلى فاصل قصير بعده نبدأ معكم النقاش مباشرة ابقوا معنا أهلا بكم مجددا نبدأ بالملف الأول والرئيس في حلقة اليوم تطورات تفشي فيروس كورونا الجديد وتدعياته على المستوى العالمي وأيضا كيف يتعاطى الجانب المصري مع هذه التطورات معنا مجموعة من المتابعات الإخبارية نبدأها بنشاط وزيرة الصحة حيث تفقد الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ليلة الماضية لاستعدادات النهائية للمستشفى الذي تم تجهيزه للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد للمصريين القادمين من الصين الوزيرة اطمأنت ميدانيا على جاهزية المستشفى وإمداده بكل التخصصات ومنها التخصصات النساء والولادة حيث من المتوقع وصول سيدتين في الشهور الأخيرة من الحمل كما اطمأنت على زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفى وتزويده بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ووصول التجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين أيضا تفقدت دكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المعدات والتجهيزات وسيرات الإسعاف التي تم نقلها إلى مستشفى الإخلاء استعدادا لاستقبال المصريين العائدين من الصين للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل قناة النيل الأخبار محمد حلمي محمد إذا كان لك بداية تطلعنا حول تجهيزات في المستشفى وما بذل من قبل وزارة الصحة استعدادا لاستقبال المصريين العائدين من الصين بالفعل أحمد تم تجهيزات المستشفى الإخلاء بمدينة مرسى مطروح وكذلك بمدينة العلمين بمرسى مطروح وكذلك تم أعداد الفرق الطبية والتمردية وكذلك شهرات الإسعاف كما تحدثت كما تم عمل محاكاة أثناء الاستقبال العائدين من الصين وفعل وصلت بسلامة الله إلى أرض الوطن بالمطار المصريين العائدين من مدينة وهان التي حدث فيها الطائرة وانتشر بهذه المدينة الصينية منذ دقائق وصلت سلامة الله الطائرة وكان في استقبال هذه الطائرة تخطرها لزايد وزيرة الصحة والسكان وعدد من الأطباء المعنيين وفريق الحجر الصحي الذي استقبل العائدين على بب الطائرة العائدين ما بينهم أصفال كذلك كانت 14 من طاقم الطائرة وكان هناك 8 أطباء كانوا مسافرين مع الطائرة أثناء ذهابها لعودة المصريين من بينها العائدين هناك سيدتان في الشهور الأخيرة من الحمل وبالتالي كانت هناك أطباء في النساء والتوليد وكافة التخصصات الطبية للتعامل مع الحالات أكدت الدكتورة هالة زايد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في استقبال العائدين من الصين وذلك وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية حيث استقبل أطباء الحجر الصحي على بب الطائرة هؤلاء العائدين الذي منهم الذي كانت درجة حراطو مرتفعة تم إخلاؤه بصيرات الإتعافة ذاتية التعقيم والمجهزة لمثل هذا الحدث وذلك لنقله إلى مستشفى الإخلاء أما الذي لم يعني درجة حراطو عاديا تم نقله بالبط هؤلاء سواء الأطقب الصغيرة أو الأطباء أو العائدين سوف يتم إخلاءهم بمستشفى الإخلاء وحجزهم لمدة أربعة عشر يوما وهو مدة حضانة الفيروس للتأكد من عدم موجود الفيروس حتى هذا الإجراء لا يؤني أنهم حاملين للفيروس ولكن إجراء احترازي ووقائي وفقاً لتعلمات منظمة الصحة العالمية حتى يتم رأس أي حالة مشتبه بها حملها للمرض أو عدم حملها للمرض هذا الإجراء ما هو إلا إجراء احترازي لعدم دخول المرض إلى المرض كذلك تم تجهيز هذا المستشفى بدور منفصل لهؤلاء الذين تم إخلاءهم من دولة الصين إلى مصر كذلك المستشفى مجهز بمختبرات هذه المختبرات بعد أن سلمت منظمة الصحة العالمية بالأمس الكواشر القادرة على الكشف عن فيروس كورونا المستجد نتي او بي تم تجهيز هذه المختبرات بهذه الكواشر لفحص الحالات اللي حالتها مرتفعة والتي اشتدى في وجود أي المرض فيما بين العائدين من دولة الصين وكنت لك أن الإجراءات كما أكدت ودية الصحة تم اتخاذها بشكل وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية حتى أنا في طائرة فورة وصلها إلى أرض البطار تم رشاه بالمواد الوقائية لتأكد من انتشار أو انتقال العجوى في حالة وجودها ونؤكد أن الحمد لله لم يتم رز أي حالة وضعية مصر والوضع آمن في مصر كذلك بدول أقليم شركة المتوسط كما أكد الدفور جانج جابوب ممثل المنظمة الصحة العالمية بيصر أن منطقة شركة المتوسط خالية من المرض بس لثناء ست حالات موجودة بدولة الأمارات العربي طيب فيما تعالك بالمصرين العائدين محمد من الصين هل توفرت لديك أيضا معلومات أنه تم الكشف عليهم أو فحصهم قبل مغادرتهم في الصين أو قبل تحركهم باتجاه القاهرة أكد لك أنه لن يتحركوا إلى القاهرة ولكن مستشفى الإخلاء موجود في مرسى مطروح في مستشفى في مدين العالمين وهي تم تجهيز هذا المستشفى للإخلاء هذه الحالات لكنه هاكد لك أنه حتى لم يتم أو رضب أي حالة من الحالات الموجودة مجرد أن ارتباع درجة الحرارة فيه إذا وجدت فيه بعض منهم ليس هذا بتأكيد أنه عند بيروس كورونا الذي يؤكد هذه التحاليل أو الكواشفة التي تتم اتخاذها أو العينات التي تتم اتخاذها من الحالات التي يشد أنه فيها فتح إدرجة الحرارة بها وهذا الإجراء ما هو إلا إجراء احتراضي لأكثر والأصل عظيم شكرا جزيلا أنا زميل محمد حلمي مراسل قناة النيل للأخبار تابع معنا استعدادات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا الجديد وأيضا الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة لاستقبال المصريين العائدين من أصين من المتابعات الإخبارية أيضا على المستوى الدولي فيما تعلق بهذا الملف مدير منظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم جيبريسيوس أعلن حالة طارق عالمية لفيروس كورونا لكنه قلل من أهمية فرض قيود على التجارة أو سفر وأضاف أن المنظمة لديها استعداد تام لتزويد الدول بالنصائح بأية إجراءات يجب اتخاذها كما يجب مكافحة انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تتعلق بالفيروس أولا لا توجد ضرورة لفرض قيود على السفر والتجارة العالمية ولذا نناشد كافة الدول بتنفيذ القرارات القائمة على الاتساق والدلائل المنظمة لديها استعداد تام بتزويد الدول بالنصيحة بأية إجراءات يجب اتخاذها ثانيا يجب أن نساند الدول التي تعاني من ضعف في النظم الصحية ثالثا يجب إسراء واتيرة اكتشاف لقاحات للفيروس وسرعة التشخيص حيث نحتاج إلى شراكة عامة خاصة لإيجاد أمصار لهذا الفيروس رابعا يجب مكافحة انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة إننا في حاجة إلى شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول للأزمة للمزيد من المتابعة أيضا لهذا الملف الغايف الأهمية ورحب بضيفي الكريمة الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة ألهم بك دكتور مصباح أهلا وسهلا يا فهلا بداية ما الذي يمكن أن نلفت لي أنظار مشاهدين الكرام فيما يتعلق بهذا الفيروس مدى خطورته وما الذي يجب على المواطنين بشكل عام اتخاذه تجاه تصاعد الموقف على النحو اللي حضرتك بتتابعه معنا والله أنا كان لديه تحفظات حقيقة التقرير اللي أنتم جبتوه دلوقتي يعني أفدت تضري الحقيقة لأن أنا كان لديه تحفظات إن في البداية قالوا إنه هينئلوا المشكوك في صادتهم إلى مستشفى حميات العقسية وده طبعا كان هيبقى شيء غلط جدا أو بعيد عن مكان العام فالمتشفى اللي بعمل دي حاجة كويتة المهم اللي يكون مدود بما يمكن أن يحتاجوا الحالات تحقيقة جدا من المرض والأشخاص بقى اللي يتعاملوا بكفاءة شديدة مع هذه الحالات الحاجة الثانية اللي كان عندي تفاوض منها اللي هي الكواشف الكواشف اللي هي بتتحدد أو بتتؤكد أو تنفي وجود المرض عن طريق تحميل TCR ودي منظمة الصحة العالمية ادت لها يعني ادت لمصر هذه الكواشف أمت وبالتالي دي حاجة كويسة جدا أيضا السيارة اللي جابتهم كان عندي تفهم هل هما هيعقموها ولا لا فالحمد لله أن هما يعني تم تعقمها الحاجة اللي يجب بقى أن احنا ناخد بالنا منها كأشخاص هو أنه نمر واحد اتبعا الحاجات اللي هي العادية زي غسيل اليدين زي لبس المسكات في الناكن اللي هي ما عندهاش أو ما فيهاش فيها زحام كبير وما فيهاش مشجيات باوية أحاول بقى هنا معلش هنقطعك بس نقطع بسيطة دكتور مصباح مسألة الأقنعة أو الكمامات كما يسميها البعض حتى هذه اللحظة الحمد لله لا امتظر حالات للإصابة فهل حضرك يعني من الأفضل أن الناس ترتدي هذه الكمامات من الآن لأنه عارف أنه ربما يكون يعني غريب على ثقافتنا أنه حد يعني يلبس مثل هذه الأمور ويسير بالشرع أو يمرس حياته اليومية بشكل عادل لا دلوقتي الحقيقة لا مش ما فيش أي داعي للإصلاح دلوقتي إلا لو كان أشخاص بيحدكوا بناس جايين من الخارج من خلال مناطق ظهرت فيها العقل يعني هو ده اللهم الفاميلي ميمبرز والناس العائلة والناس اللي بتهتم الناس اللي بتشتغل في الصدر في أمراض الصدر اللي هما الدكاثة والمعرضات والحاجات دي طبعا في الرعاية المركزة ده روتين بيحصل فدولة بالنسبة لطالما ما فيش حالات عندنا ما فيش أي مشكلة لكن أنا بتكلم على الناس مثلا اللي طالعين حج وعمرة دول يجب أنهم في الأماكن المزدحمة يلبسوا الكمامات دي وهو طبعا فيه نوعين من الكمامات احنا يعني بنستخدم الكمامات العادية لكن اللي بيشتغلوا في مجال الطبي أو رعاية المرضى يجب أنهم يلبسوا الكمامات الواقية اللي هي متخصصة للفيروسات اللي هي الـ N95 وعلشان خاطر ما يحصلش أي نوع من العدوى يجب أنهم يخطوا تطعيم بتاع الإنفلوانسا علشان ما يحصلش لبس في التشخيط الأعراض تطعيم الإنفلوانسا حرارك بتنصح به كل الناس؟ أنا بنصح به كل الناس بس خصوصا خصوصا الأشخاص اللي هم عندهم كبار السن أو عندهم أمراض مزمنة أو عندهم نقص في المناعة أو بياخدوا مصبطات للمناعة والأطفال أقل من خمس سنوات طيب دلوقتي حرارك علشان نعيد ترتيب النصائح تحرارك غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل مستمر فكرة أعطي بطريقة سليمة سواء في منديل وتقلط منه بطريقة أمنة أو إذا ملحاش في الكوع وليس في اليدين كمام أن الأشخاص اللي هم عندهم في أماكن رحين في متسوين عمره أو حاجة يلددوا الأقناع الوصية ويأخذوا مصعيمات بتاعة الإنفلوانسا والتعامل والأشخاص اللي بيتعاملوا في الحقل الصدي يجب أن يأخذوا إحتياطاتهم كاملة طب دكتور مصباح هل يمكن القول أنه فيروس كورونا الجديد أصبح وباء عالمي أم أن الأمور لا تزال لا تستدعي كل هذا القلق لا هو ما تستدعيش طبعا هذا القلق بس احنا بنتكلم بذوقتي بروفاشنال يعني بنتكلم كأطفاء ايه النصايح اللي ممكن تحصل علشان ما يبقاش وباء عالمي لكن أنا شايف أنه هو يعني مرض جديد أو فيروس جديد بيبقى دايماً فيه علق لأن الناس أعداء ما يجهلون بيبقى فيه علق من أسلوب انتشاره من حيامش الزاي فترة الحضانة لكن دنوقتي لو إصدارات يقال أن الجانب الأمريكا دكتور عبدالهادي يعني يقال في بعض المتابعات الإخبارية أنه طلب من الصين بعض العينات من المصابين للبحث عن مصل أو يعني اكتشاف مصل أو إيجاد مصل أو لقاح لهذا الفيروس إذا كان عند حضرك معلومات في سياق أعم وأشمل فكرة وجود مصل أو لقاح لمواجهة الفيروس حتى هذه اللحظة هل نجحت بعض المؤسسات أو الصين ربما إذا كان عند حضرك بعض المعلومات في هذا المعلومات مصل أو لقاح لا لكن علاج أيوة الصين أعلاني يقف عن علاج من خلال دواء بيستاخد لعلاج فيروس من مجموعة مصابطات إنزيم البروتياز اللي هو مهم جداً لتكاثر الفيروس نعم وقالوا إن فيه واحد شوفية تماماً فإذا ودي كانت بتجرب على فكرة من 2006 على فيروس بس فيروس فيروس في الوقت له تصعيم وأيضاً بيفيد العلاج بالبروتياز انهابتون فيه أمل طبعاً إنه يستدم بشكل أكبر علشان خاطر يتم الشفاء لكن الأهم نعم في الحالات اللي زي كده هو إزاي يعني يعني أنقذ العيان من خلال بقى الوسائل الكثيرة بتاع التهابات في الحادة للجهاز كانت فودي علشان ما يحصلش مضاعفات بعد كده في الكلا وفش الكلة وحاجات كده فده بيحصل في الرعاية المركزة وبيحصل محتاج لماذا المتدربين كويس علشان خاطر يعدوا المرحلة دي لغاية لما يستخدم الأدوية اللي المفروض إنها بتجرب في الوقت طب أنا بشكرك شكراً جزيلاً دكتور عبدالهدي مصباح وساد المناعة يعني كنت ضيفاً كريماً معنا في هذه المعلومات المهمة وكما تبدو الصورة حتى هذه اللحظة مشاهدين الكرام الأمور مطمئنة جداً على المستوى المصري أو على صعيد للسعدادات المصرية لمواجهة هذا الفيروس لا توجد حالات إصابة حتى هذه اللحظة كل ما يشار إليه في سياق الوقاية لقدر الله من ظهور هذا الفيروس نخرج إلى فاصل قصير وبعده نبدأ معكم الحديث في الملف الثاني في هذه الحلقة أرجو أن تبقوا معنا إلى الملف الثاني وتطورات الأوضاع في سوريا حيث شهدت محافظة إدلب تبادلاً لإطلاق النار بين القوات السورية وتركية في تصعيد خطير أوقع قتلى من الطرفين في وقت تواصل فيه دمشق بدعم روسي انتزاع مناطق خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى في شمال غرب سوريا نتابع التقرير ثم نبدأ بعده النقاش ردود فعل عنيفة قامت بها القوات التركية للرد على الغارة التي شنتها قوات الجيش السوري والتي أدت إلى مقتل عدة جنود أطراق وإصابة آخرين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن قوات بلاده تواصل الرد على الهجمات على قواتها في إدلب شمال غربي سوريا حيث عزازت القوات التركية وجودها في الأيام القليلة الماضية غير أن إعلان الرئيس التركي عن عمليات قوات بلاده في سوريا لقت نفيا من روسيا ومصادر على الأرض حيث نفت روسيا قيم الطائرة التركية بشن غارات على مواقع الجيش السوري في إدلب كما نفى شهود هيا إدعاءات الرئيس التركي من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش التركي تعرض لنيران القوات الحكومية السورية لأنه لم يخطر موسكو بشأن عمليته في منطقة إدلب فيما طلبت أنقرة الجانب الروسي بالتنحي جانبا من الصراع المتصاعد رفضة أي محاولات روسية لتهدئة توطرات بين الطرفين يأتي هذا فيما حققت قوات الجيش السوري تقدما كبيرا مما دفع أنقرة للتحذير في وقت سابق بأنها قد تشن عملية عسكرية هناك ما لم يتوقف القتال في غضون ذلك أعلنت قوات الجيش السوري تقدمها على محور سراق بريف إدلب الجنوبي الشرقي وقضت على آخر تجمعات المسلحين هناك وذكرت المصادر الميدانية أن وحدات الجيش تابعت عمليتها في ضرب معاقل المسلحين ودحرهم من القرى والبلدات التي كانوا ينتشرون فيها على محور سراق بريف إدلب كما حررت قريتي جوباس وسان جنوب غربي المدينة يأتي هذا فيما لقي تسعة مدنيين بينهم أطفال مصرعهم في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا للمزيدنا المتبع أدعوكم لترحيب ضيفي الكريم الذي ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف من دمشق المفكر سوري دكتور جورج جبور أهلا بك دكتور جورج جبور أهلا بك دكتور جورج أهلا بكم كيف يمكن تقييم الأوضاع في سوريا بعد هذا التصعيد الحادث بين تركيا و سوريا هل من الممكن أن توقع تصعيد أعناف أو الأمور مرشحة لزيادة الصدام بين الجانبين؟ هناك تقدم سوري ملبوس وهذا التقدم مستمر وسوف يستمر سوريا مصببة على تحرير تلك المنطقة من أراضيها وهذا الأمر ليس موضع لقاش تركيا من جهتها في الميانات الرسمية تخلو أنها تحقيم السيادة السورية وهي في المقتل نفسه تعتدي على السيادة السورية هذا تناقض في الموقف وبالتأكيد فإن الجيش الروسي يدعم قدرات الجيش السوري في تقدمه هكذا إلا تبدو الأمور واضحة للجانب السوري لا بد من تحرير تلك المنطقة من الإرهابيين بناء على طلب السكان المدنيين الذين منذ فترة لا نأسمها وهم يخضعون الإرهابي لذي تؤيده تركيا لكن موسكو إذا تعلن ذلك فهي بهذا تعلن تأييدها لسوريا نعم بشكرك شكر جزيل دكتور جورج جبور المفكر السوري متحدثا إلينا من العاصمة السورية ديمشق إلى الملف الأخير في حلقة اليوم وتعاطي المجتمع الدولي مع خطة السلام الأمريكية لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط منظمة التعاون الإسلامي كان لها اجتماع مهم لمناقشة هذه الخطة حيث أعلنت منظمة التعاون الإسلامي رفضها لخطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعت المنظمة في بيانها الختمية لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية على مستوى وزراء الخارجية في جدة دعت جميع الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال للمزيد من المتبع ورحب ضيفي الكريم الكتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول أهلا بكم أستاذ أشرف أهلا وسهلا أهلا بكم كيف ترى ما خربت إليه أو ما ذهبت إليه منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الأخير يعني اعتقد أنه منظمة المؤتمر الإسلامي أو منظمة التعاون الإسلامي كما تسمى الآن يعني أدت الدور الذي كان مطلوب منها في هذه المرحلة وهي إعلان تضامنها مع الشعب الفلسطيني التأكيد على السوادة الخاصة بحل القضية الفلسطينية رفض خطة ترامب يعني أكدت على دولة فلسطينية على حدود الرابع مليون وسبع ستين وعاصمتها القدس الشرقية أكدت على المقررات الدولية والمبادرة العربية وكل ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية وبالتالي أصبح هناك مزيد من الشعب من الدعم من الشعوب العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني في مواجهة الخطة ترامب والسياسات الاستعمارية الإسرائيلية إذن هناك تأكيد على عدم تعاطي مع خطة ترامب أو ما ذهب إليه الجانب الأمريكي من فرض وجهة نظره لكن هل الجانب الفلسطيني معني بشيء في هذه اللحظة أستاذ أشرف بالتأكيد يعني الجانب الفلسطيني معني أن يقول للعالم أنه ليس وحده الذي يرفض هذه الخطة وأنه هناك رفض من جمعات الدول العربية ورفض من منظمة التضامن الإسلامي وقريبا سيكون هناك رفض من حركة عدم الحياز وأنه هناك رفض من قوى أوروبية وقوى كبرى كبيرة هذه القوى منها روسيا والصين وفرنسا وغيرها أكدت على أنه الخطة تخالف المرجعات وما اتفق عليه سابقا وتخالف كافة القرارات الدولية التي صدرت بشأن حل الصراع العربي الإسرائيلي نعم أشكرك شكرا جزيل أنا الكتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول تحدث إلينا عبر الهاتف من القاهرة إذن مشاهدنا الكرام هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم غدا بإذن الله لقاء جديد ومتابعات جديدة في أني المباشر إلى اللقاء